احتفلت قوات سوريا الديمقراطية بهزيمة تنظيم داعش بالكامل في سوريا وذلك في عرض عسكرية قامته في إحدى قواعدها شمال شرق سوريا بمشاركة ممثلين عن الجيش الأمريكي وممثل وزارة الخارجية الأمريكية وليام روبا الاحتفال شهد إزالة الستار عن نصب تذكري يؤرق المناسبة كما ألقيت كلمات تحدثت عن أهمية الانتصار الذي تحقق مع القضاء على آخر جيوب داعش في البغوز كما جاء على لسان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي باسم الكيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية وجميع مقاتليها ومقاتلاتها ونيابة عن كل حلفائنا الذين حاربوا معنا في نفس الخندق نعلن اليوم أن تدمير ما كان يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية وإنهاء سيطرتها الميدانية في آخر جيوبها في منطقة بغوز من جانبه قال ممثل وزارة الخارجية الأمريكية في مناطق شمال سوريا وليام روباك أن خطر عناصة تنظيم داعش مازال قائما وأكد خلال احتفال نقيم بمناسبة إعلان قوات سوريا الديمقراطية نصر على تنظيم أهمية دعم جهود الأمم المتحدة لتوصل لحل الأزمة السورية بينما أكملنا الهزيمة الأقليمية لداعش في سوريا والعراق ما زال لدينا الكثير من العمل لتحقيق الهزيمة الثابتة لداعش لقد كنا واضحين بأن الحملة لم تنتهي بعد يبقى داعش خطرا كبيرا على المنطقة الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها سوف تواصل بدعم عمليات التحالف في سوريا لتأكد الهزيمة الداعمة لداعش الرئيس ترامب ووزير خارجية بمبيو يقولون بإصرار سوف نعمل بما هو ضروري في الأقليم ومن ضمنها هنا في سوريا وعبر العالم لنتأكد من هزيمة هذا التهديد We must also support UN-led efforts under Security Council Resolution 2254 as the only credible way to achieve a durable political resolution of the conflict in Syria وأيضا يجب علينا أن ندعم الجهود المبذولة للأمم المتحدة تحت قرار مجلس الأمن الدولي 2254 كطريقة وحيدة المتقل للوصول للحل السياسي الدائم للصراع في سوريا ترجمة نانسي قنقر